أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشم اليوم أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها البلاد وقال الهاشم أن مدى الرؤية الحالية يبلغ 1200 متر وأن حركة الطائرات في الإقلاع والهبوط في مطار الكويت لم تتأثر بسوء الأحوال الجوية وذكر أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 متر إلى 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية على مقيعه الإلكتروني أن البلاد تتأثر حاليا بنشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 60 كيلو متر في الساعة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر وقد تنعدم ببعض المناطق خاصة المكشوفة مع أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا